علنت وزارة الدفاع التركية مقتل 12 مسلحا من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا وذكرت الوزارة في بيان لها أن المسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجمات تستهدف منطقتين عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون شمالي سوريا إلى مراسلنا في اسطنبول محمد المشهراوي مرحبا بك محمد لو تعطي لنا الوضع الميداني فيما يتعلق بالشمال السوري وهذه العملية العسكرية التركية وفق وزارة الدفاع سامي تقول في بيانها أنها أحبطت هجوما كان يعد له مجموعة من المسلحين من حزب العمال الكردستاني في نطاق عمليتي درع الفرات وغصن الزيتون في شمالي سوريا القوات التركية أطلقت النار على هؤلاء المسلحين مما أدى إلى مقتل 12 منهم ووصفت وزارة الدفاع التركية العملية بأنها ناجحة مرفقة بيانها بصور لعمليات القصف خلال استهداف هؤلاء المسلحين وتوعدت بمواصلة ملاحقتهم وتنفيذ مزيد من العمليات ضدهم كان هناك خبر آخر اليوم متعلق بنشاط لجهاز الاستخبارات التركية أيضا هناك عملية ميدانية ولكن في شمالي العراق في سنجار تحديدا تقول الاستخبارات التركية تبعا لمصادر أمنية هنا بأن عناصرها تمكن من تنفيذ عملية ميدانية عبر تسلل مجموعة منهم إلى إقليم سنجار وتصفية قيادي بارز في حزب العمال الكردستاني نسبت إليه عمليات قتل مدنيين وفقا لجهاز الاستخبارات التركية وبالمحصلة نلاحظ تصاعدا للعمليات العسكرية التركية في كل من شمالي سوريا والعراق كلها تستهدف من تصفهم القوات التركية بالإرهابيين وتتوعد بمواصلة مزيد من هذه العمليات شكرا جزيلا لك محمد المشهراوي مراسلنا من اسطنبول